طبعاً صانع السوق منتج يستخدم في أكبر الأسواق العالمية وهو من أهم المنتجات لتثبيت الأسعار لتقليل من الذبذبة توفير السيولة وتساعد على دقة اكتشاف الأسعار أو الـ Price Discovery وهي من أهم الجزئيات في الأسواق العالمية ما هي أهم التحديات التي قبلتكم في وضع موظومة صانع السوق وكيف استطعتم أن تتغلبون عليها والله كان التركيز الحقيقي بدعم السيولة بجميع النواحي بعدما استلمنا موافقة صانع السوق وكتاب القواعد أيضاً قدرنا أن نحصل على موافقة أخرى تتعلق بالتغيير السعري أو التكسايزز وتينقسم التكسايزز إلى جزئتين الجزئية الأولى التي هي من فلس إلى 100.9 فلس يكون التغيير عشر الفلس أو فاصلة واحد فلس والبراكت الثاني أو الجزء الآخر أن يكون 100.1 فلس فما فوق يكون التغيير الوحدة فلساً فهذا طبعاً يساعد صانع السوق بتوفير السيولة وأيضاً يساعد بأمور تقنية أخرى يعطي دبث أكثر للأوردر بوك بالإضافة إلى دعم السيولة طبعاً عملية صناعة السوق محكومة بقواعد متعددة أبرزها فئات السيولة يوجد هناك أربع فئات سيولة لصانع السوق كل فئة لها أحكام وضوابط خاصة أنها تدعم السوق حسب مستواها السعري ومستوى سيولتها فهي ليس مصطرة واحدة على جميع الأسهم لأنها تختلف الأسهم في الحجم السيولة فيكون هذا طبعاً يكون هذا الـ Obligation Table أو الفئات السيولة تدعم كل سهم حسب سيولته السعرات طبعاً في أمور أخرى يعني قامت بها بورصة الكويت لها جزئيات التي تتعلق في الشفافية قمنا بالتعاون مع Thomson Reuters أن نوفر للمتداولين معلومات متعددة تتعلق في الرسوم البيانية ومعلومات مالية وغيرها من الـ Ratios تساعد المستثمر أن تكون لشفافية أكثر في جزئيات التداول ما يتعلق في شركات المدرجة قمنا بإنشاء بوابة إلكترونية يعني تسمح للشركات المدرجة أنها تفصح عن المعلومات بشكل إلكتروني سريع أنها تصل إلى المستثمر بشكل أسرع من النظام المستندي بما بعض الأحيان النظام المستندي قد يؤدي إلى التأخيرات ممكن أن يصل الخبر متأخر فهذه البوابة الإلكترونية أيضاً تدعم جوانب الشفافية فبشكل عام شركة بوسط الكويت بالتعاون مع هيئة أسواق المال يعني قاعدين فعلاً نتجه ونجد حلول لأمور تتعلق في الشفافية والأمور التي تتعلق في السيولة لنرتقي إلى مصاف الأسواق الناشئة في رأي حدثك ما هي أهم الشروط أو المعايير التي يجب أن تتوفر في صانع السوق شروطها متعددة أبرز الشروط أن تكون شركة لها شخصية اعتبارية ورأس مال 10 ملايين دينار فما أكثر وطبعاً يوجد في الكتاب الخامس من نوائح وقواعد هيئة أسواق المال يعني شروط إضافية وهي من شروط الموافقة على صانع السوق اشتركوا في القناة